المملكة تؤكد وقفها ضد كل ما يهدد أمن واستقرار المغرب تجدد المظاهرات الشعبية في إيران ضد النظام الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعد والبيضاء ويكبد الحثيين مزيدا من الخسائب السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ونشرة مفصلة من القناة السعودية أهلا بكم بحث وزير الخارجية الأستاذ عادل جبير بالوزارة اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن شريفث الأوضاع في اليمن وما تقدمه المملكة من دعم لجهود الأمم المتحدة من أجل اليمن بالإضافة إلى الجهود الإنسانية لإغاثة الشعب اليمنية عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها أضف المصدر أن حكومة المملكة تدين وبشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة البوليساريو بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة كما أيدت كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلمتها واستقرارها بعد سنوات من الاستفزازات والتدخلات الإيرانية في شؤون المملكة المغربية أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع النظام في طهران واغلاق السفارة وطرد السفير وتعود أسباب هذا القرار إلى دعم إيران لجبهة البوليساريو التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية وقيام ميليشيات حزب الله اللبناني التابع للحرس الثوري الإيراني بتدريب عناصر من هذه الجبهة وأوضح الوزير أن لدى المغرب أدلة ومعطيات وتواريخ تظهر تورط عناصر بالسفارة الإيرانية في الجزائر في تنظيم كل هذه العمليات على مدى عامين على الأقل وتؤكد المغرب أن النظام الإيراني بطريقته الإجرامية قام بزرع الميليشيات وتهريب السلاح بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وهذه هي المرة الثانية في أقل من عشرة أعوام التي يقطع فيها المغرب علاقاته الدبلوماسية مع طهران وفي ظل استمرار النظام الإيراني في تسخير موارد البلاد لدعم الإرهاب وزازعة المنطقة تظاهر ألف الإيرانيين في عدة مدن إيرانية ضد النظام ورددينه تفات طالب بإسقاطه في إطار الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضد النظام في طهران اندلعت في العديد من المدن مظاهرات نددت بموارسات النظام وسياسته التقشفية وانصيروا فيه إلى دعم أنشطة خارجية لا تصب في مصلحة الشعب الإيراني هذه التحركات ووجهت بحملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المحافظات خاصة في كردستان وأصفهان الأمن الإيراني كعدته لم يتردد في مهاجمة أماكن التجمعات السلمية بالغاز المسيل للدموع ومنعها بالقوة بدورها مسيرات يوم العمال العالمي تحولت إلى احتجاجات طالبت برحيل المرشد علي خامنئي في ظل انهيار تدريجي للوضع الاقتصادي وتدهور مستمر للأوضاع المعيشية النظام الذي يخشى من تمدد المسيرات وانتشارها سارع باعتقال أعضاء النقابات العمالية وزجهم في السجون بعد رفع صوتهم ضد الاستغلال وظلم المتفشي في هرم السلطة وفي واشنطن أكد المحلل السياسي نبيل ميخايل أن النظام الإيراني يواصل تدخلته بالعديد من الدول في الشرق الأوسط ودعمه للميليشيا العرابية في زعزعة واستقرار كل من اليمن والعراق ولبنان وسوريا لديهم أسئلة هامة إلى طهران إلى أي مدى طهران ستتدخل في منظومة الأمن القومي العربي عانت تلك المنظومة من صعوبات شديدة مزالت مستمرة للأسف هناك الحروب في اليمن هناك الموقف المضطرب في لبنان هناك المشاكل مع العراق وليس أخيرا هناك أيضا المشاكل الخاصة بسوريا فأعتقد أن هناك العديد من الدول التي أصبحت جادة في مسألة إيران فيما تعلق بتعرفها ومحاولتها لتغيير منظومة الأمن القومي العربي للأسف ليس لمصلحة العرب وليس لمصلحة المسلمين قيادة البنتاجون الجديدة تعرف أن إيران سهمت في قتل الجنود الأمريكيون في العراق وأن القنابل التي كانت تخبأ لهم في الشوارع وغيرها كانت بمعرفة ميليشيات متطرفة أيضا تمول من إيران فنعم هناك دم قديم ساخن يكره به ترامب إيران لكنه ينتظر وتشاور لكنه يحاول تجميع ضغوط دولية على إيران من أجل وقف نفوذها في اليمن في العراق في لبنان وليس أخيرا في سوريا وافق مجلس الوزراء خلال جلسة التي عقيدت أمس ثلاثة على مبادرة المدارس المستقلة وذلك بتحويل 25 مدرسة حكومية ليكون تشغيلها من قبل القطاع الخاص على أن تتولى اللجنة الاشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة خطوة أخرى في مجال تطوير التعليم بالمملكة تمثلت في موافقة مجلس الوزراء على مبادرة المدارس المستقلة المبادرة تخضع لها 25 مدرسة حكومية سيتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص فيما تتولى اللجنة الاشرافية لقطاع التعليم تنفيذ تلك المبادرة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص وتعد مبادرة المدارس المستقلة أحدى مبادرات برنامج التخصيص الذي يستهدف قطاعات حكومية عدة ومنها قطاع التعليم وهدفها رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية من خلال مؤسسات خاصة وبفق نموذج تشغيل متميز وتأتي مبادرة المدارس المستقلة في ظل اهتمام بالغ توليه حكومة المملكة للتعليم في جميع المراحل سعيا لتحقيق رؤية المملكة فيما يتعلق بهذا الجانب نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات التمرين العسكري في تركيا أهلا بكم من جديد في جدة أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل المستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أسماء الفائزين بجائزة مكة للتميز بأفرعها التسعة في دورتها التاسعة وحتى الأمير خالد الفيصل على بدل المزيد من الجهد لتحقيق الأمان والتطلعات متطلعا أن يعمل الجميع على خدمة المنطقة إنسانا ومكانا ننتقل إلى العاصمة حيث رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة اليوم الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي في دورتها السابعة وتكريم الفائزين وذلك في قاعة الشيخ حمد الجسر بجامعة الملك سعود تأتي هذه الجائزة تتويجا دوريا للعمل البحثي في الجامعة للارتقاء بالبحث العلمي بهدف تشجيع منسوبية الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والتنافس العلمي هذا وقد كرم أمير الرياضة الفائزين بالجائزة بفروعها الثمانية البالغ عددهم ثلاثين فائزا بلا شك جامعة الملك سعود معروفة في هذا المجال ولها باع طويل وتسعدنا كل عام بمثل هذه المناسبة التي تؤكد مسيرة الجامعة السليمة وانطلاقها في مجال البحث العلمي والتميز في كل المجالات البحث هو سمة للدول المتقدمة وكون جامعة الملك سعود بهذا التميز وهذا العمل تصل إلى هذا المستوى أنا أسجل شكري وتقديري لمعالي مدير الجامعة ولسعادة نائبه ولأعضاءها التدريس ولكل من عمل على هذه الجائزة وللفائزين التحية وتقدير وتهنئة على هذه الأدوار التي يقومون بها وأرجو لهم التوفيق إن شاء الله في مثل هذا المجال وأكثر نقش صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير مشروعات الطرق بالمنطقة ولدى لقائه مع الوزير النقل الدكتور نبيل العمودي بالإمارة بحث مشروعات الطرق الرابطة بين محافظات المنطقة والجاري تنفيذها بالإضافة إلى صيانة عدد من العقبات التي تربط عسير بعدد من المحافظات وشدد الأمير فيصل بن خالد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وحلول دائمة لمشاكل الطرق بالمنطقة مؤكدا أهمية دور وزارة النقل في تهيئتها والتأكيد على متابعة صيانتها بشكل مستمر من جهة ثانية رعى أمير منطقة عسير اليوم حفل تخريج طلاب وطالبات كلية إبن رشد للعلوم الإدارية بأبهى انطلقت مسيرة الطلاب الخرجين من التخصصات العلمية والنظرية خلال الحفل دشن الأمير فيصل بن خالد برنامج فخر الإلكتروني لخدمة المجتمع من خلال التعليم عن بعد والمكتب الإلكتروني المفتوح هذا وسلم أمير عسير أوائل الخرجين شهادات في مختلف التخصصات وفي المنطقة الشرقية رعى صاحب السمو الملكية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة حفل تكريم وتخريج الدفعة التاسع والعشرين لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة من حفظة كتاب الله والبالغ عددهم 269 حافظا تخلل الحفل عدد من النماذج لتلاوات الطلاب هذا ودعى الأمير سعود بن نايف الجميع على العناية بالقرآن وتشجيع الأبناء والبنات على الالتحاق بحلق الجمعية ومدارسها حثا رجال الأعمال وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الجمعية هذا ودشن أمير المنطقة حملة أعلمني القرآن أو أعلمني القرآن التي تهدف إلى رعاية 350 حلقة بقيمة تبلغ 5 ملايين ريال ومبادرة التحاول الرقمي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة من جهة أخرى افتتح أمير المنطقة الشرقية مجمع حمد الجبر التعليمي للبنين ومجمع نور الجبر التعليمي للبنات في الأحساء وذلك ضمن مبادرة مؤسسة عبد العزيز ومحمد وعبد اللطيف أبناء حمد الجبر الخيرية شهد الحفل توقيع اتفاقية التعاون بين شركة تطوير للخدمات التعليمية وشركة تطوير لتقنية المعلومات وصاحب الافتتاح مع رد داخل المجمع تجول فيه راعي الحفل وضم أعمال المهربين وابتكاراتهم العلمية والفنية شهد الحفل عرض مرئيا بعنوان الغد المشرق عن المجمعين فيما ألقى الدكتور عبداللطيف العبداللطيف قصيدة شعرية حازت على إعجاب الحضور ونبقى في المنطقة الشرقية حيث سلم أمير المنطقة اليوم مفاتيح الوحدات السكانية للأسر المستفيدة لمشروع ملاذي للإسكان الخيري بالأحساء الذي تبرع به ورطة المهندس عبد الرحمن العمران تجول الأمير سعود بن نايف ميدانيا على مرافق المشروع الذي سيسهم في تنمية الأسر التي تترعاها جمعيات خيرية ويتضمن المشروع 48 وحدة سكانية مجهزة بكافة الاحتياجات وفي منطقة القصيم حيث استعرض صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير المنطقة عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمرتبطة بالمنطقة جاء ذلك خلال لقائه بالأمارة اليوم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي وأطلع أمير المنطقة على الخدمات التي تقدمها الوزارة والمشاريع المنفذة والجاري تنفيذها ومدى تقديم الخدمات المتوصلة للمواطنين في قطاع البيئة والمياه والزراعة من جهة ثانية رأس أمير منطقة القصيم جلسة مجلس المنطقة وناقش المجلس تقريرا عن برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة وتقريرا عن لجاني أصدقاء البيئة بالمنطقة والمحافظات وتقريرا عن المنتزهات الوطنية بالإضافة إلى مناقشة إعادة استخدام المياه المعالجة هذا واستعرض معاني وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي مشاريع ومبادرات الوزارة بالمنطقة بالإضافة إلى برامج الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة ونبقى في القصيم حيث رعى أمير المنطقة افتتاح منتدى الفرص الاستثمارية في المنطقة ودعى الأمير فيصل بن مشعل في كلمة له لرجال الأعمال والمستثمرين والمزارعين للاستفادة من الفرص المعروضة في المنطقة لتحريك عجلة التنمية في المنطقة بما يخدم المنطقة وأهليها ويحقق رؤية عشرين ثلاثين للوصول لتطلعات خادم الحرمين الشريفين والسمو والي العهد من جانبه بيّن معاني وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن الوزارة زادت من اهتمامها في تشجيع الاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة ضمن برامج التحول الوطني عشرين ثلاثين إلى المدينة المنورة حيث رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفلة منطقة الخط العربي والذي نظمته هيئة تطوير المنطقة خلال الحفل وجه الأمير فيصل بن سلمان بإيجاد مركز دائم يعنى بالخط العربي والفنون المرتبطة به استحداث جائزة سنوية تحمل اسم المدينة المنورة للخط العربي فيما أطلق خط المدينة الإلكترونية الذي يحمل السمات والخصائص المنبثقة من الخط المدني والخط الحجازي القديم وذلك إيدانا للبدء في حوسبة الخط وتحويله إلى الصيغة الإلكترونية وعلى صعيد متصل دشن الأمير فيصل بن سلمان معرض الخط المدني المقام بمقر دار القلم الملحق بثانوية طيبة والذي يأتي ضمن فعاليات ملتقى المدينة المنورة للخط العربي كما دشن جهاز لتعليم الحروف لغير الناطقين باللغة العربية ويجتمل على عشرين لغة ويقدم عددا من الخدمات الإلكترونية للمهتمين باللغة العربية واستمع أمير المدينة منورة إلى شرح عن محتويات المعرض الذي يضم نماذج وأعمال الخططين وعدد من الوثائق والصور والمقتنيات التي واكبت التعليم في المنطقة وفي الحدود الشمالية تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بالسلطان بن عبد العزيز أمير المنطقة عددا من المشروعات الصحية في المنطقة ووقف الأمير فيصل بن خالد على مشروع إنشاء البرج الطبي للعيادات الخارجية البالغ تكلفته ثلاثمائة مليون ريال بسعة ثلاثمائة سرير حيث استمع إلى شرح عن أقسام البرج ومراكزه متخصصة كما تفقد المختبر الإقليمي البالغ تكلفته ثمانية عشر مليون ريال يحتوي على أحدث المعدات الطبية والتقنية وسيتم تشغيله بنظام آلي بربط المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة هذا ويفتتح أمير المنطقة النادي الصحية النسائي في إسكان مستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين لم تبخل أبدا على جميع مناطق المملكة بجميع الخدمات الصحية والخدمات الإنسانية والخدمات المجتمعية والاجتماعية وجميع ما يمكن تقديمه للمواطن السعودي وأنا أخص بالذكر في منطقة الحدود الشمالية ما رأيته اليوم من مجمع طبي متكامل على أحدث المواصفات التي تدل على المتابعة الكبيرة من وزارة الصحة في تجسيد العمل المتكامل لجميع مناطق المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين وتطلع له حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين ونبقى في عرعر حيث افتتح أمير منطقة الحدود الشمالية معرض المشروعات المستقبلية لأمانة المنطقة الذي اتضمن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها والمستقبلية في محافظات الحدود الشمالية نوه الأمير فيصل بن خالد بما يحظى به القطاع البلدي والخدمي من دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين مشددا على أهمية تنفيذ المشروعات البلدية في الوقت المحدد وإزالة كافة معاوقات التأخير إلى الجوف حيث التقى صاحب السمو الملاكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة الجوف مرزوق العنزي يرافقه عدد من رؤساء الأندية واستمع الأمير بدر بن سلطان لشرح مفصل عن النتائج التي حققتها أندية المنطقة التي تمثلت في الكثير من المشاركات والمنافسات كان لهم نصيب فيها من ميداليات الفوز ونعود للعاصمة الرياض حيث رعى صاحب السمو الملاكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة حفلة خريج 1037 متدربا بالكليات التقنية لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس الذي تم تأهيلهم وفق برامج تدريبية تتناسب مع متطلبات سوق العمل بما ينسجم مع محاورة وأهداف رؤية المملكة 20-30 هذا وافتتح نائب أمير منطقة الرياض معرض التوظيف المصاحب للملتق التقني بمشاركة 50 جهة من مختلف الشركات والهيئات وذلك بمقر الكلية التقنية وأطلع الأمير محمد بن عبد الرحمن على الجهات المشاركة في المعرض على ما تقدمه من فرص وظيفية للخريجين في الشرقية استعرض صاحب السمو الملاكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أنشطة ومشروعات تدريب التقني والمهني بالمنطقة نوه الأمير أحمد بن فهد خلال لقائه مدير الإدارة العامة للتدريب التقني بالمنطقة محمد السلوم بما تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من جهود لتدريب وتطوير الشباب السعودي وتأهيلهم وتهيئتهم للسوق العمل بعد اكتسابهم للخبرات التقنية والمهنية المطلوبة مؤكدا أهمية توحيد الجهود والتقديم أفضل ما يمكن للمنطقة نظرا لما تتميز به من بيئة صناعية وتقنية من جهة أخرى التقى نائب أمير المنطقة الشرقية بالإمارة نائب رئيس هيئة السياحة والترى الوطني للمناطق والاستثمار الدكتور حمد اسماعيل ومديري عموم فروع المناطق وذلك بمناسبة زيارتهم للمنطقة حيث تم اختيار المنطقة الشرقية كمنطقة متقدمة سياحيا بهدف استطلاع تجربة المنطقة في التنمية السياحية للعمل أو لعمل الهيئة وشركائها تحت مظلة مجلس التنمية السياحية ونوها نائب أمير المنطقة بالجهود التي تقدمها الهيئة ودعمها للحراك السياحي والتراثي والمهرجانات والفعاليات في المنطقة ومحافظتها في الشرقية أيضا هنا نائب أمير المنطقة القائمين على مهرجان سفاري بقيق بحصوله على جائزة التمييز السياحي جاء ذلك خلال لقائه محافظ بقيق المكلف محمد المتحمي والقائمين على مهرجان سفاري بقيق للتراثي الصحراوي الذي تنظمه لجنة مجلس التنمية السياحي بالمحافظة نوها الأمير أحمد بن فهد بالجهود المبدولة من الجهات المشاركة كافة سواء الحكومية أو الخاصة التي ساهمت في الحصول على جائزة التمييز لفئة الفعاليات والمهرجانات كأفضل مهرجان بيئي على مستوى المملكة وفي نجران نوها صاحب السمو الملكير أمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب وأمير منطقة نجران بدعم القيادة غير المحدود الذي تحظى به الجمعيات الخيرية في مناطق المملكة أكد خلال لقائه رئيس جمعية بيان لتحفيظ القرآن الكريم بالمشعلية أن المملكة تحرص على الاعتناب القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا إضافة إلى تباعته وإيصاله للمسلمين في بقاع الأرض كافة هذا وتسلم نائب أمير منطقة نجران تقريرا عن إنجازات الجمعية خلال فترة الماضية مشيرا بالدورة الرياضية الذي تقدمه جمعية تحفيظ القرآن في المنطقة ومحافظتها في نجران أيضا وقف نائب أمير المنطقة على سير العمل في أمانة المنطقة وتجول الأمير تركي بن هذلول في إدارات وأقسام الأمانة طلع خلالها على آلية العمل وما يتم تقديمه من قدمات لمراجعي الأمانة أشار نائب أمير المنطقة إلى حرص القيادة الرشيدة في تلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم منوها بالتوجيهات الكريمة في مضاعفة الجهود لإنجاز مشاريع التنمية لينعم بها المواطنون والمقيمون هذا وعقد الأمير تركي بن هذلول اجتماعا بوكلاء الأمانة ومديري الإدارات التابعة لها حيث شاهد عرض مرئيا يتضمن منجزات الأمانة من المشاريع البلدية المنفذة والجاري تنفيذها بالمنطقة من جهة ثانية أشاد نائب أمير منطقة نجران بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي جاء ذلك خلال لقائه مدير عامي فرع الهلال الأحمر بالمنطقة مهند اليامي حيث تسلم التقرير السنوي لفرع الهيئة الذي اجتمل على ما يقدمه من خدمات سعفية وطبية وإدارية إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرة التطوعية التي نفذها والجهود التي يبدلها منسوبية الفرع لجنود الوطن البواسل بالحد الجنوبي في مدينة إزمير التركية بدأت منورات التمرين العسكري المشترك EFES 2018 بمشاركة عدد من الدول بالإضافة إلى تركيا تشارك القوات المسلحة السعودية في هذه التمارين بوحدات قصة برية وبحرية بالإضافة إلى المشات البحرية والطائرات المقاتلة من طراز F-15 ونفذت القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات الصديقة عددا من التكتيكات العسكرية ضمن خطة العمليات للتمرين التي خطت لها مسبقا وتوعد هذه المشاركة الثانية للقوات المسلحة السعودية حيث سبق وانشاركت في هذا التمرين عام 2016 تسلمت شركة الجوف للتنمية الزراعية شهادة اعتراف من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم تمتلك الشركة مساحة سبعة ألاف وسبعمائة وثلاثين هكتر مزرع بها خمسة ملايين شجرة زيتون وتنتج منها الشركة زيت زيتون يقدر بخمسة عشر ألف طن شن الجيش الوطني اليمني هجوما عنيفا على مواقع الميليشي الحوثية في مديرية الجريشية في محافظة البيضاء ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشي الحوثية وفي صعد حررت قوات الشرعية مواقع جديدة بعد مواجهة عديفة خضع الجيش مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهة عالم مكبدين ميليشي الخسائر فادحة في العتادي والأرواح أفاد مصدر عسكري بأن الجيش الوطني تمكن الليلة الماضية من تحرير مواقع سراتيجية أضاف المصدر أن المواجهات أسفلت عن مقتل العديد من عناصر الميليشي الإنقلابية وجرح الكثير وفرار بقية العناصر مخلفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ختام النشرة هذا تذكر بأبرز العنوين المملكة تؤكد وقوفها ضد كل ما يهدد أمن واستقرار المغرب تجدد المظاهرات الشعبية في إيران ضد النظام الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعد والبيضاء ويكبد الحثي المزيد من الخسائر انتهت نشرة السادسة شكرا للمتابعة للمقا